بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور محمد الهاشم العوني من قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة بجامعة الملك خالد أقدم إليكم مقرر استتيكة وهو علم السكون نبدأ على بركة الله بالشبتر الأول بعنوان Introduction to Solid Mechanics بالنسبة للمحتوى سنتناول فيه تعريف الميكانيكا تاريخ الميكانيكا Fundamental Concepts Fundamental Principles المقارنة بين البارتكول والريجيد بادي ثم نختم بالSystem of Units بالنسبة للجزء الأول نتناول فيه تعريف الميكانيكا وتاريخ الميكانيكا فما هي الميكانيكا؟ Mechanics is the science which describes and predicts the conditions of rest or motion of bodies under the action of forces يعني هي علم تصف وتتوقع حالات الراحة أو الحركة بالنسبة للأجسام تحت تأثير القوة الميكانيكا هي أيضا علم تطبيقي It is an applied science Mechanics is the foundation of most engineering sciences and it is an indispensable prerequisite to their study يعني هي أساس أغلب العلوم الهندسية وهي مطلب ضروري لدراستها بصفة عامة تنقصب الميكانيكا إلى ثلاث أقسام كبرى القسم الأول هو rigid bodies أو الأجسام الصلبة الغير متشوهة القسم الثاني هو الأجسام المتشوهة deformable bodies والقسم الثالث هو الموائع أو fluids وفيها السوائل، الليكويتز والغازات بالنسبة للستاتيكا والديناميكا تندرج تحت قسم الأجسام الصلبة الغير متشوهة بالنسبة للستاتيكا والديناميكا تندرج تحت قسم rigid bodies ما الفرق بين استاتيكا والديناميكا؟ استاتيكا هي دراسة الأجسام الصلبة في حالات التوازن study of rigid bodies in equilibrium الديناميكا هي دراسة الأجسام الصلبة التي ليست في حال التوازن the study of rigid bodies which are not in equilibrium تنقسم الديناميكا إلى الكيناتكس والكينيماتكس فما الفرق بينهما؟ بالنسبة للكينيماتكس بتحلل فيها الحركة بدون العودة للسبب يعني راح تتناول مثلاً الموقع بتجيب الفيلوسيتي اللي هي بتساوي مثلاً هنا اشتقاق الموقع بالنسبة للزمن ومن بعد بتجيب الأكسليريشن اللي هي بتساوي اشتقاق الفيلوسيتي بالنسبة للزمن وهنا لا نتكلم البتة على الفورسة اللي هي سبب الحركة بينما في الكيناتكس بنحلل هنا الحركة مع السبب مثلاً لو كتبنا القانون الثاني لنيوتن مجموعة الفورسز بتساوي الكتلة في التسارع فهنا بنتكلم على السبب وفي نفس الوقت بنحلل الحركة عن طريق كتابة الأكسليريشن إذن الفرق بينهما أنه في الكينيماتكس لا نهتم بالسبب بينما في الكيناتكس بنهتم فيها بالسبب طبعاً إلى جانب تحليل الحركة